الحقيقة إن بداية الكلام هتكون عن حاجة الناس كلها منتظراها وبننتظرها بقى أو هننتظرها كمان من الصيف لصيف بما إن دي الدورة التانية لي صحيح هكون خلاص يعني شيء دوري موجود كل سنة وبنشوف جديد كل سنة السنة دي هكون هي السنة التانية ليها هنبدأ بها طبعا الكلام عن حفلات مهرجان العالمين في الدورة التانية ليه دورة مختلفة تماما زي ما تم الإعلان عن تفاصيلها في المؤتمر الصحفي ونوهنا عنها هنا بمجرد ما تم الإعلان عنها طبعا مهرجان العالمين حقق السنة لفاتت نجاح كبير جدا في الدورة الأولى وناس كتيرة جدا كانت منتظرة انطلاق المهرجان في دورته التانية وفي جديد كتير تم الإعلان عنه إن شاء الله هيتم تقديمه في الدورة التانية من المهرجان بالتأكيد وفي إطار الدورة التانية من مهرجان العالمين جدول الفعاليات مميزة ومتنوع وبناسب كل الأزواء هتبدأ الانطلاقة يوم 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس وأول حفلاته هيكون مع الكنج محمد مونير يوم 11 يوليو بيضم كمان برنامج مجموعة من النجوم المصريين والعرب قدم الساهر هيكون له حفلة يوم 18 يوليو كمان نجم الجيل تامر حسني هيكون حفلته يوم 26 يوليو أما أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر فحفلته يوم 1 أغسطس ورامي جمال يوم 2 أغسطس الحقيقة إن الجدول متنوع ويرضي كل الأزواء يعني الناس اللي بتحب الرومانسي والكلمات الحلوة كازم الساهر موجود الشباب واللي عايزين بقى تنطيت وحركة تامر حسني يعني طبعا والناس بقى اللي بتحب أمير الغناء العربي طبعا هيستمتعوا بحفلته يوم 1 أغسطس أنت لسه التنطيت الأكتر موجود بالنسبة للنشاط الحيوية كمان أكتر وأكتر ولكن بعيدا كمان عند الغناء في المزيكة وإذا ذكرت الموسيقى على طول نتكلم هنا عن الموسيقار كبير عمر خيرت هيكون لي برضو حفلة الكل بينتظرها حتى بعيدا عن العالمين الناس كتير باستمرار بيكون لها حرص أنها تتبعها في دار الأبرى برضو لو نكمل تاني في الغناء الهضبة موجود عمر دياب كمان عندنا حمزة ناميرا فيه بالنسبة لو نرجعنا تاني للمزيكة عزفة الجتار سعاد ماسي وهي برضو كمان بتغني معانا فيها بالإضافة لفرق زي مصار إكباري كايروكي وبعد كده هيكون عندنا بقى زي ما قلنا كده هيكون عندنا وجز لما بنقول وجز يبقى مهرجان العالمين كده بيختتم الحفلة في 30 أغسطس المقبل كده كل موجود بداية من الرومانسية والكلاسيكي وصولا لوجز الحقيقة آه يعني كل التنوع موجود لكل الناس اللي هتكون موجودة في العالمين أو في الساحل الشمالي عموما وتنطلق للحفلات المميزة جدا والشركة المتحدة والقائمين على مهرجان العالم عالمين حريصين أن يكون الجدول فيه تنوع وفيه يعني إرضاء لكل الأزواء بكل الأعمار بكل الفئات بكل أنواع الموسيقى والفعليات المختلفة ويمكن كنا نوهنا قبل كده عن مهرجان نبتة للأطفال اللي في نسخته الأولى هيكون في هذا العام في مهرجان العالمين الجديدة وطبعا النسخة التانية تم الإعلان عنها عن أنه يكون فيه تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين وكمان البوستر الخاص بالنسخة التانية من المهرجان مميز جدا ومازال طبعا بيحمل الموسم ده مهرجان العالمين العالم عالمين صحيح طبعا يعني زي ما احنا شايفين أن كل سنة بيكون فيه جديد الدورة الأولى كان فيه فعاليات السنة دي الفعاليات بتزيد بالإضافة إلى دخول عنصر جديد وهو الاهتمام بالأطفال أن يكون عندنا نبتة أو أن يكون عندنا حاجة مخصصة للأطفال الممثلة في نبتة ولكن لو نتذكر السنة اللي فاتت كان العالم عالمين فيه مشاركة عدة كبير جدا من نجوم الغناء في الوطن العربي أحيو حفلات تحت شعار كامل العدد طبعا مع تنوع كبير في الحفلات أبرزهم كان برضو الكنج محمد مونير رغب علامة كان موجود أحمد سعد نانسي عجرم عمر خيرت متحد صالح حميدي الشعيري إليسا تامر عشور ووجز وحكيم وفرقة بيردو كاي روكي كانت موجودة كارول سماحة كانت موجودة بها سلطان رضا البحراوي برضو تنوع جديد بالنسبة للمواد اللي كانت موجودة بالنسبة للأعمال الفنية والتنوع مازال مستمر بالتأكيد في مهرجان العالم عالمين كل التوفيق وبالتأكيد هنكون دايما في متابعة ما حضركه للفعاليات اللي هنشوفها هناك في مهرجان العالم عالمين واللي هناك بقى يستمتعوا يعني وإحنا نستمتع على الشاشات بالنسبة